موسيقى الرئيس سيسي يواصل زيارته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية واستقبال حاشد من الجاليات المصرية لدى وصوله واشنطن مدبولي يتابع مشروعي مدينة اللقاحات وشركة تصنيع ضمضات الطبية بالإسماعيلية ويوقع اتفاقية تعاون لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية للسكري والكريملين ينفي مناقشة إجراء هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد وزلينيسكي يعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة أجنبية أطلقتها موسكو فوق كييف الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الوحيدة بتوقيت جرينج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم يواصل رئيس عبدالفتاح السيسي زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي وأضف متحدث الرئاسة أن برنامج زيارة الرئيس السيسي يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين كما يجتمع الرئيس السيسي بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة للتباحث والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وكانت الجالية المصرية بالولايات المتحدة قد استقبلت الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى مقر إقامته بواشنطن بترحيب كثيف وحاشد ورفع المئات من المصريين القادمين من نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وبنسلفانيا وبوستون وولايات أخرى لافتات ترحيب بالرئيس السيسي ورفعوا الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي ورددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لمصر وللرئيس السيسي ودعمهم له تظهر القمة الأمريكية الأفريقية التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا حيث تؤكد القمة على أهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية وزيادة التعاون بشأن الأولويات الدولية المشتركة مستقبل العلاقات الأمريكية الأفريقية ملامح ترسمها قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا وذلك على مدار ثلاثة أيام في واشنطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي السفارة الأمريكية بالقاهرة أكدت أن مشاركة مصر في القمة ستساعد المنطقة وتعزز العلاقات الأمريكية المصرية وكذلك العلاقات الأمريكية الأفريقية في إطار العمل معا لمواجهة التحديات العالمية القمة تظهر التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا وتؤكد على أهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية وزيادة التعاون بشأن الأولويات الدولية المشتركة قمة تلتائم على القيم المشتركة لتعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة بشكل أفضل والتخفيف من تأثير وباء كورونا والأوبئة المستقبلية القمة المشتركة تستهدف كذلك العمل بشكل تعاوني لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز السلام والأمن والاستجابة لأزمة المناخ الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن استضافة بلاده للقمة الثانية مع قادة دول أفريقيا تثبت التزام واشنطن الدائم تجاه القارة الواعدة وتؤكد أهمية تعزيز سبل التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة بايدن أعرب كذلك عن تطلعه للعمل مع الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومجتمعات الشتات والمغتربين وذلك في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمواصلة تعزيز رؤية بلاده المشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا وكانت الولايات المتحدة قد استضافت أول قمة أمريكية أفريقية استمرت ثلاثة أيام وذلك في عام 2014 بمشاركة ما يقرب من خمسين زعيما أفريقيا وفي قلب القارة السمراء رسخت مصر أسس تعاون مشترك مع دول أفريقيا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأمنيا وإنسانيا فخلال العقود الماضية وظفت مصر قدراتها البشرية وخبراتها وإمكاناتها ومكاناتها الدولية لتعظيم مصالح شعوب القارة الأفريقية عناصر عديدة تتكامل وتتناغم استطاعت أن تعيد مصر لريادتها ومكاناتها أفريقيا بل تخطط ذلك لتصل إلى مرحلة إطلاق مبادرات من شأنها دعم الدول الأفريقية والتوجه إلى طريق تعزيز العمل الأفريقي المشترك ارتكازا على الرصيد الكبير الذي يوفره البعدان التاريخي والجغرافية رسخت مصر أسس تعاون مشترك مع دول القارة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأمنيا وحتى إنسانيا تعاون بناء ومشترك توظف فيه مصر قدراتها البشرية وخبراتها وإمكاناتها ومكانتها الدولية لتعظيم مصالح شعوب القارة الأفريقية باتت الاستراتيجية المصرية واضحة نحو القارة الأفريقية لا سيما في الأزمات حيث ترجمتها العديد من الأحداث والخطوات خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وما أعقبها ولعل أبرزها دعم مصر لأشقائها الأفارقة في ملف مكافحة فيروس كورونا فقد قدمت مصر مساعدات إغاثية تتعلق بالجائحة لدول القارة وتكلل ذلك بسعيها لإنتاج اللقاحات المضادة للفيروس والتوسع في الإنتاج والتصدير للقارة السمراء باعتبار أن مصر هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تنتج اللقاحات ولم يتوقف الدعم التنموي المصري للقارة الأفريقية في المجال الصحي عند توفير اللقاحات بل تعظم بتنصيق مصري لإنشاء مستشفيات بعدد من دول القارة منها غانا وجيبوتي فضلا عن جهود سابقة في نقطة الخبرة المصرية في علاج فيروس سي ومرض الملاريا إلى دول القارة ككل من خلال إرسال كوادر طبية فضلا عن مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي ضمن مبادرة مئة مليون صحة حيث تسعى مصر لتعميمها على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية كما ارتكزت السياسة المصرية تجاه أفريقيا على مسارات متوازية عدة أهمها مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الأفريقية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الأفريقية وعلى رأس هذه المشروعات كانت مشروعات المياه حيث نفذت مصر أعمال إنشاء سدود ومحطات مياه شرب جوفية كما حفرت أكثر من مئة بئر بعدد من الدول الأفريقية وعلى صعيد الإنشاءات تتواجد الشركات المصرية بداخل 23 دولة أفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية وأعمال الطرق الكبرى أحدثها التعاقد على تصميم وتشييد سد ومحطة روفيجي للكهرباء في تنزانيا ولعل من أهم وأكبر المشروعات التنموية المصرية بالقارة السمراء هي مشروعات الربط بين مصر وأفريقيا من خلال قطاعي النقل والمواصلات والكهرباء وأهمها مشروع القاهرة كيبتون والربط القهربي بين أفريقيا وأوروبا ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية وبوحير الفكتوريا وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة وعلى صعيد آخر تتخذ مصر مصارا سياسيا تتبنى فيه القضايا الأفريقية في المحافل الدولية وتدافع عنها من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية بين الدول الغنية والفقيرة وبذل الجهول لمساعدة أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كما تلعب مصر دورا محوريا لتسوية الأزمات والصراعات والحروب التي تقف عائقا أمام التنمية والاستقرار في القارة ولم تغفل مصر التغيرات المناخية خاصة بعد أن أصبحت إحدى الدول المركزية في التعامل الدولي مع قضايا المناخ فأطلقت مصر المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة نيابة عن القارة الأفريقية في 2015 كإطار فعال يحجل استثمارات لقطاع الطاقة المتجددة فضلا عن تأكيدها الدائم على أهمية دعم دول القارة السمراء وتمويلها للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والتي تكللت بصدافتها قمة المناخ كوب 27 وقامت بستثمارات في البنية الأساسية والتعليم والتدريب ذات الصلة والآن أصبحت تقود وزارة التجارة الأمريكية وهي شريك موثوق فيه وتدعم قطاع الأعمال بكل قوة فاسمحوا لي أن أرحب بوزيرة التجارة الأمريكية السيدة جينا ريموندو طاب صباحكم طاب صباحكم جميعا أليس هذا بشيء جميل هذا صباح مثير جدا اهتمام وأنا أرى أيضا أعضاء فريقي في وزارة التجارة شكرا على مجهودكم لتنصيق هذا اللقاء وأشكر قادة الأعمال وشكرا خاص لرئيسة غرف التجارة وأيضا رئيسة مجلس الشركات في أفريقيا نحن سعداء جدا لإستضافة هذا الحدث وإلى معالي أصحاب الدول الذين معنا هنا وأشكر الوزراء الذين يمثلون القارة الأفريقية نرحب بهم جميعا وأيضا تحت أيضا رعاية رئيس بايدن عقدنا هذه القمة فنحن سعداء بوجودكم معنا واليوم يشرفني أن أرحب بكم جميعا في منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي وأنا وزيرة التجارة فهل لي أن أكون متحيزة لأن أقول أن منتدى الأعمال هو سيكون أهم فعالية في هذه القمة ولماذا أؤمن أنا بذلك أقول لكم أنه الآن إن هذه الشراكة الأفريقية الأمريكية ستصاغ من قبل العلاقات التجارية بين الشركة مشاهدين تابعنا مع حضراتكم مباشرة جزء من فعليات القمة الأمريكية الأفريقية وتحديدا منتدى الأعمال الأفريقي وكلمة لوزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو هذا وسعت مصر خلال الأوينة الأخيرة إلى تأسيس رؤية وفكر جديدين لإدارة مصر علاقاتها مع الدول الأفريقية هذه الرؤيات تستند إلى تحقيق المصالح والمكاسب المشتركة والارتقاء بمستويات التعاون على جميع الأصعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لتصل إلى 7.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.4% وبلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة مليار وثمانمائة ألف وثمانمائة مليون دولار خلال ذات الفترة وبلغت ملياراً وتسعمائة مليون دولار عن الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.7% وسجلت قيمة الواردات المصرية 5 مليارات وخمسمائة مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقابل 4 مليارات وستمائة مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تجاه القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 785 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 869 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 103 أطنان وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 709 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 57 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان إسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 955 قضية من بينها 205 قضايا خبز ناقص الوزن و198 قضية خبز غير مطابق للمواصفات نظم حزب الاتحاد الندوة الثانية من فعليات الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية وتبنت الندوة تأصيل التجربة المصرية في حقوق الإنسان بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان مع الإشارة للتنمية العمرانية التي تحققت في عهد رئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة حياة كريمة ومئة مليون صحة وتكافل وكرامة احنا اتفقنا على أن المعارضة الوطنية المصرية بشكلها الجديد نسمن الإنجازات ونتكلم في التحديات فده المعارضة الوطنية الجديدة بالفكرة الجديدة احنا عندنا إنجازات تمت في حقوق ملف حقوق الإنسان فعلا منذ أن أطلق السيد رئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكان فيها تحديات وفعلا بالفعل تم تنفيذ جزء كبير منها تفعيل لجنة العفو الرئاسي المرأة خدت حقوق في القضاء والنيابة العامة الحوار الوطني ومسائل كتيرة تم تفعيلها وتعديل بعض القوانين رئيس أكد ويوجه بمدى الاهتمام المصري بملف حقوق الإنسان ووجه الحكومة بدعم هذا الملف بكل قوة وده بيأكد استمرار الاهتمام آسي بهذا الملف واللي ابتدى مع انطلاق الاستراتيجية دي قبل عام والهذا العام حصل فيه إنجازات كبيرة تستحق التقدير والشك لفخامة رئيس على ما تم إنجازه في هذا الملف خلال عام واللي ابتدى بغفع حالة الطوارئ ثم الدعوة للحوار الوطني ثم عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق مئات من السجناء في مختلف المجالات الهدف إن احنا نناقش التطور اللي حصل في الفترة الماضية الأهداف اللي تتحققت وإن احنا برضو في نفس الوقت ندعم الدولة لتنفيذ باقي الأهداف المخطط الوصول إليها في خلال أربع سنوات في الاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان مصر بتطبق حقوق الإنسان كما وردت في المعادات والاتفاقات الدولية بدءا من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 1948 وما تلاها من اتفاقيات في فيينا وفي باريس كلها بتتكلم عن حقوق الإنسان لما نرى في مصر مشروعات عملاقة في مجال تمكين الإنسان من حياة كريمة لما نرى فيها مشروع المليون وحدة سكنية حقي في السكن لما نلاقي فيها مشروع المليون ونصف المليون فدام حقي في الغذاء وده مشروع في اكتفاء ذاتي في الغذاء اللي ما يكون حاليا فهده مشروع موجود في المستقبل أعربت مصر عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية الكنغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالعاصمة كنشاسة وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على وقوف مصر إلى جوار حكومة وشعب الكنغو إزاء ما تشهده البلاد من أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وما تسفر عنه تلك الكوارث من خسائر بشرية ومدية جسيمة معربة عن مواساتها لأسر الضحايا أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عملية تمشيط ومداهمة في خمس محافظات وأوضحت الاستخبارات العراقية أن الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين للقضاء في قضاء القائم والحويجة وعامرية الفلوجة مشيرة إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فشل وزراء الطاقة الأوروبيين في التوصل للتوافق أعلى آلية لتحديد سقف أسعار الغاز بالجملة فأمل أنفسهم أسبوعاً إضافياً لانتزاع اتفاق يتيح تبدي تدبير طريقة أخرى لتخفيف وطأة أزمة الطاقة هذا وقد أرجعت المباحثات حتى اجتماع وزري جديد سيعقد في التاسع عشر من ديسمبر ليتطرق رؤساء الدول والحكومات إلى المساءلة في قمتهم المقررة الخميسة المقبل بعد أشهر من الجدل المتواصل ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز واستمساع المفوضية الأوروبية لتوصل الإجراءات تتفق عليها كافة الدول الأعضاء بهذا الشأن ويأتي ذلك بينما اتفق الشركاء الأوروبيون بشأن القضايا الأسهل مثل القيود الطوعية على الطلب والضرائب الاستثنائية بينما تتأكد صعوبة الاتفاق على القيود التي يمكن فرضها وبعد اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الاقتصاد أجلت الدول اتخاذ قرار بشأن التفاصيل الرئيسية المتعلقة بوضع سقف لأسعار الغاز بعد دعوة عدة دول بقيادة ألمانيا لمزيد من التدقيق قبل إقرار الإجراء المسير للجدل ومع إقرار كثير من الدول بأن التوصل الاتفاق لن يكون سهلا على الإطلاق قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هايباك إن الدول اتفقت على نحو 90 إلى 95% خلال المناقشات وأجلت التفاصيل الرئيسية للمناقشات في الاجتماع المقرر عقاده لأحد المقبل هذا وقد تسببت خطة تدخل بالسوق التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي في خلاف عميق بين الدول الأعضاء حيث دعا الدول بقيادة ألمانيا وهولندا والدنمارك إلى اتباع نهج حذر بينما تضغط دول أخرى من بينها بلجكا وإيطاليا واليونان وبولندا لنهج أكثر تشددا ويهدف الحد الأقصى لأسعار الغاز إلى الحد من ارتفاع التكاليف عن السيطرة كما حدث في الصيف الماضي عندما قافزت الأسعار لمستوى قياسي بلغ 45 و300 يورو وسط مخوف من ارتفاع التدخم لرقم مزدوج بكافة دول المنطقة ومن بينها ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بينما يتوقع صنع السياسة والمحللون استمرار الأسعار المرتفع العام المقبل في ظل محدودية إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا للمساعدة في إعادة التخزين للعام المقبل هذا البترولي الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير وقالت مصادر بمعهد البترولي الأمريكي أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 7 ملايين و800 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر وزادت مخزونات البنزين بنحو 900 ألف برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3 ملايين و400 ألف برميل أظهرت البيانات الرسمية لأسعار المستهلكين في بريطانيا أن التدخم تراجع بأكثر من المتوقع في نوفمبر الماضي إلى 10.7% من 11.1% سجلها في أكتوبر الماضي وكانت الأعلى في 41 عاما مما قدم بعض المساحة لبنك إنجلترا في وقت يستعد فيه لرفع جديد في أسعار الفائدة هذا وأكد وزير المالي البريطاني جيمي هونت بعد أحدث بيانات للتدخم أنه من المهم أن نتخذ القرارات الصعبة المطلوبة لمواجهة التدخم دشنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وحدة قوات فضائية جديدة في محاولة للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية يأتي ذلك في وقت تواصل بيونج يونج إجراء اختبارات هذا العام لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقرارات قادرة على الوصول للبر الرئيسي في الولايات المتحدة في مسعى للرد ومواجهة تهديدات بيونج يونج دشنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وحدة قوات فضائية جديدة في وقت تكسف فيه الدولتان الحليفتان جهودهما لتطوير سبل التصدي لتلويح كوريا الشمالية المستمرة باستخدام الأسلحة النووية والصاروخية وتعد القوات الفضائية الأمريكية في كوريا الجنوبية المكون الثاني في الخارج في هذا المجال من القوات الفضائية وتطلع بمهمة مراقبة ورصد تتابع الصواريخ إضافة إلى تعزيز القدرات الفضائية للجيش بشكل عام يأتي ذلك في وقت تواصل فيه بيونج يونج إجراء اختبارات هذا العام لإطلاق صواريخ باليستية عابرة القارات قادرة على الوصول للبر الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت تمتلك فيه كوريا الشمالية حوالي عشرين سلاحا نوويا ويتفاقم الصراع مع تمسك رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون بتطوير قدرات بلاده النووية واستخدامها كسلاح للضغط وفي المقابل تستمر المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية في محاولة لكبح بيونج يونج ولكن دون طائل نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لقاذفتين استراتيجيتين بعيدتين المدى أثناء تنفيذهما عملية استطلاع مخططة في المجال الجوي وقالت الدفاع الروسية إن القاذفتين حلقت فوق المياه المحايدة لبحر اليابان لمدة سبع ساعات مشيرة إلى أن جميع هذه الرحلات الجوية تطم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي أعلن وزير الدفاع بيرو ألبيرتو أوتارولا إعلان حالة الطوارئ في مدينة أريكيو ويبا جنوب البلاد ولمدة ثلاثين يوما لضمان نظام العام وحماية الأصول العامة والخاصة يأتي ذلك على خلفية تصاعد وطيرة الاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات جديدة كما أكد أوتارولا أنه خلال حالة الطوارئ ستدعم القوات المسلحة الشرطة الوطنية لاستعادة الهدوء والاستقرار بحث رئيس وزراء كوسفو ألبين كورتي مع مبعوث للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحلول الممكنة لحل الأزمة مع السربيا والتقى مبعوث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رئيس وزراء كوسفو بهدف تهدئة الوضع المتوتر شمالي البلاد كما بحث الحلول الممكنة وكان رئيس وزراء كوسفو أعلن أن بلاده ستقدم بطلب للانضماء إلى الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وهي عملية من المتوقع أن تستغرق سنوات إن لم تكن عقودا وتتوقف على تطبيع علاقاتها مع السربيا توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق نهائي بشأن فرض ضرائب على الواردات بحسب نسبة الغازات الدفيئة التي تنبعث من جراء تصنيعها فضلا عن إدخال لائحة تغير المناخ للمرة الأولى في قواعد التجارة العالمية وأكد الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق ينهي أكثر من عام من المفاوضات بين الحكومات الوطنية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومن المتوقع أن يتبنىها الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبلة أعلنت الصحة الصينية بأنه بات من المستحيل تحديد حجم الطفرة الحالية من الإصابات بعدما لم تعد فحوصات الكشف الزمية في ظل التخفيف المفاجئ للقيود الصحية في البلاد هذا وأعلنت نائبة رئيس الوزراء سون شون لان أن الحالات تزداد بسرعة في بكين حيث أفادت بعض الشركات عن إصابة 90% من موظفيها خطوات غير مسبوقة في التخفيف من قيود كورونا تخذتها الصين الدولة التي انطلق منها الوباء قبل نحو سلاس سنوات حيث ألزمت بكين نفسها بالسياسة سيفر كوفيد وهي أكثر إجراءات مكافحة الفيروس سرامة في العالم وكانت تلزم المواطنين بعمل اختبار في كل تحركاتهم وانتقالاتهم وبشكل يكاد يكون يومياً وفي تطور أخير قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها ستتوقف عن نشر عدد الإصابات الجديدة بكورونا غير المصحوبة بأعراض لأن كثيرين لا يخضعون للاختبار الآن مما يجعل الإحصاء بدقة أمراً صعباً كما احتفل الصينيون بصحب تطبيق تديره الدولة يستخدم لتتبع تحركات السفر إلى المناطق المنكوبة بكوفيد-19 ورحب مستخدم الإنترنت بصحب التطبيق الذي تعرض للعديد من الانتقادات يأتي ذلك في وقت حذر فيه بعض المحللين من إمكانية ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 خلال عطلة رأس السنة الصينية الشهر المقبل مما يمثل خطراً على السكان الذين يفتقرون إلى مناعة القطيع ولديهم معدلات تطعيم منخفض نسبياً بين كبار السن واقتصادياً يقول المحللون إن الشركات الصينية ستواجه أيام عصيبة في الأسبوع المقبلة في الوقت الذي تؤدي فيه موجة إصابات إلى نقص الموظفين وقلة المستهلكين كما أن عواقب هذه الموجة من الإصابات قد تكون شديدة على نظام الاستشفاء وخصوصاً في المناطق الأقل تطوراً وقد تؤثر على المسنين الذين لم يتلقى الملايين منهم اللقاح بالكامل شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاذات بمجلس الوزراء شهدت فحص وعلاج 1631 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك في قرية عساس بمركز سمنوت بمحافظة الغربية وأكد رئيس جامعة طنطا محمود زكي أن القوافلة الطبية التي تنظمها الجامعة تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمة الطبية للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً معضحاً أن القوافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى نظمت وزارة الصحة قوافلة طبية مجانية جديدة في محافظتي المنوفية وقنة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمت القوافل العديدة من التخصصات الطبية وانطلقت قافلة المنوفية بمركز قويسنا قرية أجهور الرمل بالتعاون مع جامعة السادات بينما انطلقت قافلة قنة بمركز ديشنا قرية المعسرة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية بحماطة التابعة لإدارة مرسى عالم الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 28 حالة بمختلف التخصصات الطبية وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر نظمت مدرية الصحة والسكان بالبحيرة قافلة طبية علاجية مجانية بمركز طبي ناصر بضمنهور والتي تستمر على مدار اليوم وغد وذلك ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة وقدمت القافلة خدماتها ضمن 13 عيادة تشمل مختلف التخصصات الطبية لأكثر من 800 حالة بالمجان خلال الساعات الأولى استهلت دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم برئاسته بمقر العاصمة الإدارية الجديدة استهله بالإشارة إلى نتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية الأولى كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية بالولايات المتحدة الأمريكية حاليا لافتا إلى أن القمة ستمثل إطارا لطرح الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية ودفع مجالات التعاون وتناول الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع نتائج زيارته أمس إلى توشكا لتفقد سير الأعمال بمشروع تنمية منطقة جنوب الوادي معتبرا أن ما يتم هناك يمثل ملحمة من الجهد والتنسيق على أعلى مستوى سواء في تنفيذ أعمال البنية الأساسية وتجهيز الأرض واستصلاحها للزراعة كما أشر رئيس الوزراء إلى أنه قام صباح اليوم بالتوجه إلى مدينة الإسماعيلية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي وشركة تصنيع الضمادات الطبية الحديثة بالإسماعيلية وثمن مدبولي الإنجاز الكبير الذي يتحقق لتنفيذ هذين المشروعين في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص وطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأهمية قيام الوزراء والمسؤولين بالتعقيب الفوري والتوضيح للرأي العام ووسائل الإعلام بشأن أي قضية مثارة على الساحة وتستحوذ على اهتمام المواطنين وإتاحة البيانات والمعلومات للرد وذلك بما يسهم في منع إثارة البلبلة مؤكدا على التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بهذه الملفات شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة إيفا فارم للصناعات الدوائية وشركة إيليلي العالمية للأدوية وتستهدف الاتفاقية التعاون في مجال توطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرضى السكري في مصر والاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وعلى هامش التوقيع قال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بهاء الدين زيدان إن الاتفاقية تأتي في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة الطبية وتشجيع الاستثمارات وزيادة أصادرات مشيرا إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد تلعب دورا كبيرا في جاذب الاستثمارات في القطاع الطبي شاهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب محمد عز الدين قائد المنطقة الغربية العسكرية أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل القوات المسلحة وفي نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان مقدما لهم الشكر على ما يبذلوه من جهد ومشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من ورش وهناجر الدعم الفني للاطمئنان على الحالة الفنية للأسلحة والمعدات والمركبات وقعت شركة إبدأ الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير صناعة المصرية عقد اتفاق لمساهمين مع إحدى الشركات التابعة لمجموعة كوبريسي الإسبانية العالمية وذلك لإنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر هذا وتقدر الطاقة الانتاجية للمصنع بـ 15 مليون صمام بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار وتعد الشركة الإسبانية واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز ومن المقرر افتتاح المصنع خلال شهر إبريل المقبل بالتعاون مع القطع الخاص وذلك لتعزيز دوره في توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية اشتركوا في القناة في سوق المال أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بمشتريات مصرية وسط تدولات مرتفعة وربح رأس المال السوقي 13 مليار وثمانمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 984 مليار و744 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات قفز مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة واحد ونصف في المئة ليغلق عند مستوى 15378 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة حققت سارة سمير لعبة منتخب مصر لرفع الأثقال إنجازا تاريخيا ببطولة العالم المقامة حاليا في كولومبيا بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية وفازت الرباعية المصرية بذهبية الخطف بعد نجاحها في رفع ثقل قدره 113 كيلو جرام كما توقت بذهبية النتر والكلين بعد رفع 148 كيلو جرام وضمنت سارة ذهبية ثالثة في منافسات المجموع بقيمة 261 كيلو جرام شهدت جميع المدن الأرجنطينية احتفالات كبيرة بعد تغلب منتخب التانجو على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد وأصبح ليونالا مسي الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنطيني في كأس العالم لكرة القدم بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخه مشاركته في المونزيال ابتسمت لهم المستديرة وحلت الاحتفالات في جميع المدن الأرجنطينية بعدما تغلب منتخب بلادهم على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ليقترب حلم التتويق باللقب السالس أقرب من أي وقت مضى ليصل راقص التانجو إلى المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخهم منتخب الأرجنطين حقق البطولة في مناسبتين في عام 1978 أمام هولندا وفي عام 1986 أمام ألمانيا الغربية وخسر في سلسي نسخ في أعوام 1930 أمام الأورغوي وفي عامي 1990 و2014 أمام ألمانيا أثناء اللقاء الحاسم ساجل ميسي هدف بلاده الأول لتسقط أمامه كل الأرقام القياسية فبهذا الهدف قاسم صدارة هدف مونديال قطر مع النجم الفرنسي كليانين بابي برصيد خمسة أهداف لكل لاعب البرغوس الأرجنطيني بات الهدف التاريخي في تاريخ التانجو بالمونديال برصيد 11 هدفاً بعدما كسر رقم جابريال باتستوتا وكذلك عادل رقم الأوسر ماتيوس بأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المونديال بخمسة وعشرين هدفاً وأمامه فرصة في المباراة النهائية لينفرد بذلك الرقم كما نجح في أن يكون أول لعب أرجنطيني يسجل في الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة في كأس العالم بالإضافة إلى دخول ميسي في قائمة هدف المونديال التاريخيين حيث يتصدر القائمة الألماني ميرسولاف كلوزا برصيد 16 هدفاً والظاهرة البرازيلية رونالدو برصيد 15 هدفاً كما نجح ميسي في أن يكون أكثر لاعب في تاريخ المونديال مساهمة في الأهداف برصيد 11 هدفاً و8 مساهمات وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن القمة الأمريكية الأفريقية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لأن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة أدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن متواجهاً للعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي يستطفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعاصمة الأمريكية بمشاركة 49 من القادة الأفريقى لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الأفريقية وعقب وصول السيد الرئيس للعاصمة الأمريكية واشنطن كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الأمريكيون وأعضاء السفارة المصرية في واشنطن كما حرصت الجالية المصرية على استقبال السيد الرئيس لدى أصول سيادته إلى مطر الأفريقية في واشنطن انتهت نشرتنا وبقي تذكير بالعناوين الرئيس السيسي يواصل زيارته للولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية واستقبال حاشد من الجالية المصرية لدى وصوله واشنطن مدبولي يتابع مشروعي مدينة اللقاحات وشركة تصنيع الضماطاط الطبية بالإسمعالية ويوقع اتفاقية تعاون لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية للسكرين الكريملين ينفي مناقشة إجراءات هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد وزيلناسكي يعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة أجنبية أطلقتها مصطو فوق قياز انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاح